عندك السكر التراكمي مرتفع وعم بتدور على حلول دائما لكن ياسر عيسى بهذا الفيديو رح يحكي لك بالتفصيل أمور جدا مهمة وإذا اتبعتها بإذن الله رح ترجع لهذا الفيديو وتدعي لي أو تشكر وأنا ما بدي غير الدعاء لأي شخص عنده التراكمي مرتفع هذا الفيديو ارسلوله إياه لأنه جدا مهم ورح يفيده لأنه المعلومات اللي رح حكي له إياها والله رح تنزله التراكمي لمستويات جدا رهيبة وجدا رح يرتاح عليها لأنه مريض السكر بعاني من كتير أمور فلحنا مهمتنا أن نساعد هالناس يا أخي مريض السكر أو أختي أول شغلة لازم تنمنع عنا بدي أحكي عن الموضوع الحمي أول شغلة لازم تنمنع عنا هي السكريات بجميع أنواعها تنمنع عن النشويات بجميع أنواعها وعن الزيوت النباتية ودبس البندورة الزيوت النباتية والسمن النباتي ودبس البندورة والبيبسي والكولا وهي المواضيع المياه الغازية تمام؟ طيب هالنون بتنمنع عنا ستين يوم خلينا بوحدة وحدة هالنون بتنمنع عنا ستين يوم ما بدي أحترمني هيدي طيب أنا بدي أكل خبز يعني النشويات في منه أميح وروز كل برغول كل بقوليات وأفضل خبز لمريض السكر هو خبز الحمص وإذا بتضيف مع الحمص ملفوف يصلوا الملفوف وبتعجنه مع طحين الحمص صدقني موضوع السكر عندك أنت رح تستغرب أنه بعد سرعة هيعة بنزل التراكمة عندي طيب بعد وجبة الأكل أو قبل وجبة الأكل هلا لما تفيق من النوم بديك تعمل لك كاسة صغيرة هيك معلقة صغيرة من الكزبرة مع أكليل الجبل على ميد سخنة تغليهم مع بعض تفترين تصفيهم وتشربهم من بداية صباحك رح يتنظم السكر وبعد كل وجبة طعام نفس هالخلطة كاسة صغيرة مقدار فنجان فنجان شاي صغير تمام وآخر الليل بدي منك تشرب كاسة بابونج يعني لما تيجي بدك تنام تساوي لك كاسة بابونج وتشربها ترويح حالك بقلب اللي نهار بديك تكتر خضروات يعني مثل الجرجير الكرافس البروكلي الزهرة سحلق الخيارة كلها أحبة جرجير بقدونس كرافس البروكلي يعني بهاي الأمور بإذن الله يعني هاي الأمور مجربة فمثل ما حكينا يعني بهاي الأمور بإذن الله مريض السكر رح يتعافى يعني ما يوصل لمرحلة الشفاء التام لكن التراكم اللي عنده رح يخفه بشكل كبير وتحذير بسيط مشان أنه ما يصير فيه خربطة أو هبوط سكر مفاجئ يعني هاي الوصفات اللي حكيت لكم عنها لا تتناسب بنفس الوقت مع دواء تنزيل السكر يعني لما بدك تشرب فنجان كليل الجبل والكسبرة الأفضل إنه ما تشرب بنفس الوقت حبة تنزيل السكر لأنه ممكن يصير عندك هبوط سكر نكون بشيء نصير بشيء تاني فبس المحاذير هادلوني ديروا بالكن عليها وبإذن الله متل ما حكيت ستلاقوا خلال أول خمس أيام هيس السكر وخبرني أول خمس أيام ستلاقي تراكم عندك نزل استمر عليها ستين يوم وبإذن الله أنتظر دعواتكم بظهر الغيب وهي وين بلاقيها؟ عند الإله رب العالم حياكم الله جميع شاركوا هذا الفيديو لتعمل فائدة للناس واللي من تابيني تابعني أنا اسمي ياسا رئيسا